موسيقى اتلافين تكونوا وحركتين كبار خرجوا من ده التحرير اتلاف شباب الثورة والتحاد شباب الثورة وانا عضو مؤسس لحركة اسمها حركة ثوار مسبيرو لتطهير وتحرير الاعلام المصري وانا الان عضو بحزب الثورة المصرية احد الاحزاب الشاب شسي انت شايف ان شباب الثورة دلوقتي سابوا دورهم في الثورة واتجهوا الاحزاب وهم كانوا بيقولوا انه هم مش هيدخلوا احزاب سياسية هل انت شايف ان الكلام ده صح هو الاحزاب لغين عنها لان المرحلة القادمة القناة الرسمية لممارسة السياسة هي الاحزاب ثم ان الشباب اذا انسحب من الانتخابات او انسحب من هذه الفرصة اللي اتيحت ليه لاستكمال صورتنا من خلال صراديق الاقتراع ومن خلال الممارسة السلمية السياسية اني صورة سياسية نعملنا صورة صورة شارع تلوقتي المفروض نعمل صورة سياسة صورة سياسة ازاي ان احنا نغير من خلال من خلال قنوات رسمية شرعية وده انا شايف ان في حد ذاته اذا نجحنا فيه ونجحنا فيه توصيل عدد كبير جدا من الشباب ينتمي لمصر انتماء حقيقي قبل انتباؤه للأحزاب واجنداتها الخاصة يعني انا واحد من الناس انا هنزل معتمد على نفسي معتمد على عصبيتي وقابليتي ان الصعيد عندنا يمكن يمكن توازنات اكتر من وكلمة اكتر من هي دعاية يعني هناك يعني اي نعم هناك زمن بتشترى لكن هي قلية لكن العائلات لا تبيع صوتها ولا تبيع لا فيش اتفاقيات يعني عائلة مثلا كذا وبالتالي حد الثقف عندنا في الصعيد قليل جدا يعني فانا شايف ان يعني لغاية دلوقتي ان من اتفق على القلية خاصة ان حزب الصورة المصرية حزب طامح ان هو ينافس على عدد كبير من المقاعد وان احنا اصلا اول ناس انسحبوا من الاتلافات والتحالفات الموجودة وكونوا قائمة مستقلة على المصرية الجمهورية يعني احنا احنا يمكن دلوقتي بيكونوا الشباب بقائمة اسمها الصورة مستمرة بتضم جموعة من الاحزاب لكن احنا بدأنا الموضوع ده من شهر على فكرة واعلننا ان احنا عناعمل قائمة مستقلة على المصرية الجمهورية وانا بأسس قائمة من الاسر في الاسر والقائمة بتاعتي احدى اذا كان فيها واحد بس عضو حزب وطني احنا مش عايزين هدفنا النجاح هدفنا ان احنا عايزين نقول يا جماعة لابد ان هؤلاء يحربوا مجلس الشعب القادم مجلس شديد الخطورة لانه هو الذي سيصنع الدستور القادم بانه هو يفوت في انتخاب جمعية تأساسية من 101 لسياقة الدستور الجديد انا عاوز اسأل من هنا طيب احنا كسوار او انتو كسوار شباب صورة المفترض ان انتو تقولوا يعني ان انتو تكونوا بعيدا عن السياسة ده الكلام انتو قلتوه بعدين عادي لو مجلس الشعب القادم عمل دستور مخالف لرأي الشباب او مخالف للشعب المصري نرجع للميدان تاني ما احنا مش عايزين نعمل كده ما احنا مش عايزين نرجع من حيث بدأنا يا جماعة مصر خسرت كتير مصر خسرت شبابها مصر خسرت اقتصادها يعني احنا اقتصاد والخسائر في الاقتصاد كتير جدا ودفعنا تمام باهز حتى الان وما زلنا ندفع مش هندفع تاني مش عايزين ندفع تاني عايزين احنا نعمل ايه ان الشعب نفسه النهاردة اي واحد وطني كان ينتمي لميدان التحرير بيقول انا بنتمي لميدان التحرير وانزلت التحرير الملايين دي اللي مش عارفين عدادها احنا عشان احنا ما قفلناش الميدان لو قفلنا الميدان وعملنا الخروج بالبطاقة وسجلنا الاسماء كان عارفنا الصور الحقيقيين النهاردة كل واحد بيقول انا سائر وبيتشرف انه ينتمي لميدان التحرير انا عايزين اقول الناس اللي بتنتمي لميدان التحرير او بيدعي اي شاب بيدعي انه يشارك في الثورة او حتى لم يشارك وحتى لو كان حزب وطني امامه فرصة زهبية لإثبات وطنيته يعني انا عندنا ثلاثة مليون حزب وطني معظمهم انا لسه دعوتي لتلقيت خبر ان احد الناس المرشحين على حزب الحرية في نغسر اسمه الاستاذ عبدالنبي عدار تقريبا تنازل واستقال من حزب الوطني عشان يترشح مستقل عشان هو اكتشف انه هو حيبيع ضميره او حيبيع وطنيته او كذا او كذا وانه ممكن دعاري لحقه على مدى الاجيال فانا نتمنى ان كل الناس الوطنية الحقيقية سواء انها تثبت ان هي فعلا ان الصورة دلوقتي صور الصندوق الصورة دلوقتي يا جماعة صور الصندوق انتخابي الصورة صورة ضمير مصر محتاجة صوت الصوت حر الصوت يجب ان يذهب لمستحقيه مستحقيه مين هما الشباب الوطني الثائر المعروف بنزهته معروف ان هو واحد شاب مثلا زي اعلامي لهو في يوم الايام مد ايده خد فلوس من واحد عشان يعمل له قرار علاج النفط الدولة ولا مد ايده عشان يعين واحد وياخد فلوس ولا مد ايده لوزير عشان خاطر ان هو يمدي شقة ويمدي ارض ويبحها ويبقى مليونير في بعد فترة من الايام فالناس الوطنية معروفة ومخلصة وموجودة في الانتخابات نمرة ثلاثة انا عايز اوجه كلمة مهمة جدا للأحزاب الكتيرة جدا الأحزاب الكتيرة الان هي اللي ستفسد العملية الانتخابية القادمة لان انا كنت اتمنى ان يكون هناك تحالف حقيقي ينظم قائمة او قائمتين تنافس قائمة الفلول المنظمة اللي فيها تمويل هذه هؤلاء القائمتين دولة يسندها كل الأحزاب وسندها كل الشباب لكن اللي حصل دولوقتي ان كل حزب من الأحزاب بيعمل قائمة لوحده القائمة قائمة على فرد القائمة بتاعت الحزب قائمة على فرد واحد بس ممكن يكون هو ممكن نسميه مثلا هو الاسبور او النجم لكن الباقي محتر يدور على مين الباقي وبيجيب الناس طعيفة وبالتاني كلنا هنخسر انا عايز يا ريت الأحزاب يعني في تلحق قبل قفل باب الانتخاب ان هي تنظم صفوفها لولله العظيم اقسم بالله هنخسر عملية انتخابية بسبب عدم التنظيم اتنين بالمنافسة انه مين يبقى الاول فئات ولا العمال كل واحد عاز نجيب من القائمة يبقى على الاول انا محتر ان نلجي تالت ورابع الان تالت ورابع ده على ا للتالة ورابع ده بيقدر رسالة بيقدر رسالة انه يقوم القائمة فيها تنين كويسين جدا ممكن ينجحوا في روح مجلس الشعب لكن أنا عشان أتقاعص وأن ألاقي قائمة ممتازة ومتميزة ما فيهاش تلات ورابع عشان خاطر كل عيلة أو كل واحد شايف أن هو لازم يبقى الأول حجيب تلات ورابع من فين أنا حجيب حد أي كلام أنا مش عايز أي كلام أنا عايز ناس كلها في قائمة الأربعة كلها رموز للبلد كلها رموز للمحافظة كلها ناس وطنية حقية